الأصول الثلاثة وأدلتها الأصل الثالث معرفة العبد دينه ما دينك ديني الإسلام ما معنى الإسلام الاستسلام هو الانقراض لله بالعبادة والطاعة كم أركان الإسلام خمسة أركان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا ما عمود الإسلام الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فوانتركها فقد كفر ما هي الصلاة الصلاة هي تعبد الله بأقوال وأفعال مخصوصة مختتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كم صلاة تجب على المسلم في اليوم والليلة وكم عدد ركعات كل صلاة خمس صلوات صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات ما شروط الصلاة الإسلام العقل التمييز دخول الوقت إزالة النجاسة الطهارة ستر العورة استقبال قبله والنية ما أمكان الوضوء رسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق رسل اليدين مع الملفقين ومسح الرأس مع الأذنين واصل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة ما نواقض الوضوء الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح النوم أكل لحم الإبل موجبات الغسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبغاب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ما الواجب قراءته في الصلاة؟ شورة الفاتحة ماذا يقول المصلي في الركوع؟ سبحان ربي العظيم ماذا يقول المصلي في السجود؟ سبحان ربي الأعلى ماذا يقول المصلي بين السجدين؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي ما هي التحيات؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما الأربعة التي يستعيد المصلي بالله منها قبل التسليم؟ اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله نتيعشى ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة ما هي السنن الرواتب؟ ركعتان قبل الفجر أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ترجمة نانسي قنقر